اشتركوا في القناة توني عيسى اهلا وسهلا فيك بحلقة الليلة من كتاب الشهرة انا وانت رح نفتح كتاب الشهرة الخاص فيك ونوقف على محطات عدي بحياتك ولكن قبل ما انطلق بها الحلقة بدي تجاوبني على اكتر ثلاث اسئلة بحثا عنك على جوجل شو الناس بيسألوا عن توني عيسى اكتر شي خلينا نشوف على الشاشة شو هي ديانة توني عيسى ديانتي مسيحي ماروني مسيحي ماروني نعم ادي بيبلغ عمرك تلاتة واربعين سنة امتى تزوجت يا توني زوجت بواحدة وعشرين ايار الفين وواحدة وعشرين هلأ رح ننتقل لفقرة كتاب الشهرة وبها الفقرة نحنا رح نوقف على كل محطة بحياتك من اول ما خلقت لليوم جاهز؟ طبعا اول صفحة من كتاب الشهرة الخاص فيك توني تاريخ الميلاد انت خلقت بـ 14 حزيران عام 1979 والصورة يلي رح نشوفها على الشاشة هلأ انت نشرتها على صفحتك على انستجرام نعم وعلقت علي وقتا ياريت منرجع صغار لهم و لغم العمر لحظة سفيدوا منها وعيشوا للآخر بحب صح؟ صح؟ كل هالقد مرأهم بحياتك بمرحلة الطفولة؟ بعتقد الصورة نزلت بفترة انه بعتقد كان الوضع متردي يعني بالبلد مش قد هلأ اقل شوي بس دايما الوضع بليبنان بتعرف نحنا لو ما عنا قوة ايمان وقوة انه في امل ببكرة بليبنان ما كنت منشور هايدي الصورة هايدي الصورة كانت لتخفيف عني وتخفيف عن الناس وتخفيف عن كتير من العالم عيشت هم بطفولتك ولا انقتلت بأماكن معينة؟ لا طفولتي ما في هموم طفولتي كانت اوكي كان في حروب كان في مشاكل سياسية وبلد وتعرف كلنا بنعرف شو كان يصير بالبنان ومازلنا ما كان هيدا الطفل بحاجة يحمل هيدا الهموم لا انا ولا غيري ولا اي طفل بالعالم ربينا هيك ما بعرف اذا قضاء وقدر ولا كان مكتوب ينربى هيك المهم انه ربينا هيك في حسرة باللي عم تقول اكيد في حسرة اكيد انا ما كنت مضطر اني اقعد بملجأ تحت الجسر عبرت عبرت مية ايه ما كنت مضطر عيش بزل ما كنت مضطر عيش بفقر ما كنت مضطر عيش بهم طفولة اللي هو اكبر من حجمي كطفل ما كنت بحاجة لقلون هلوم اني مضطر كنت عيشون ولا اهلي مضطريين يعيشون بتذكروا لما هيك صار في هدنة بالبلد رجعتوا انت واهلك على البيت ولقيتوا شظايا على تختك تحديدا ايه صح شو بتذكر بهاللحظات؟ ابشعر بدنك ايه والله لك علي آآ جينا على البيت آآ نلقينا في ازيفة نازلة بجنينة برا وشظايا منا بعض الشظايا وعين بقلب قوت النوم كسرين الازاز حتى كسرين ازا العم بادار ببعرف او او ضو مش ذاكر وانت تختك قريب على الاشيبك يعني هون في تخت وهم في تخت اه فالشظايا كان فيه شازيتان عتخت اتحينه عالحماوي طبعهم حريقهم ايه حرقوه ايه عتخت ايه اه ايه رسالة مش رسالة مباشة مهم صارت يعني ومؤسف هيدا الشيء وانت عم بتحكي بمنطقة اناقية يعني بتحكي بعمشيت عم بتحكي ببيروت اللي اكلت قصف كتير يعني احنا بعمشيت ازا بدك تقول ما عشنا هيدا الحرب المهولة او خطوط التماس او مسلم مسيحي او مسلم مسلم او مسيحي مسيحي الى اخر ما عشناهم بحزفينهم هالقد وما كانوا كتير ازا بدك الوطأ كتير قاسي علينا بالعكس كنا عايشين ضيول الحرب الله يبعد عنا الهروب انت عدد اتنين بالعيلة انت الصبي تاني في اكبر منك ميراي بيرجع جوال وبيرجع جمارك حملك مسئولية هالامر انه انت اول صبي اجاع العيلة انا اكبر صبي بالعيلة كلها بنا ولد عمومتي انا الاكبر بالصبيان حملني مسئولية ايه ولأ لا لانه نحن بفترة كنا ما كنا ساكنين بعمشيت كنا ساكنين بمنطقة قريبة عليها شوي يعني ما كنت قريبة من ولادي عمومتي كتير اه رجعت نقلت على عمشيت وصرنا بس اه وعد انا بالنسبة لجده اذا بدك انا نبلش بجده وعد انه اه طفل المدلب انه هيدا كبير العائلة وحامل اسمه وبيحبه كتير وهلأ دايما بيسأل عني وحابه بيشوفني انا جدي كبر بالعمر يوم ستة وانا مؤثر صراحة بسبب الظروف الحياة والشغلنا والى اخرية اه منه هالمسئولية الكتير الكبيرة بس اه انت لحالك بتحس انك مسئول وانت ابن ممثل كمان طوني يعني بيعك اراد فوت الفن اذا بدنا نقول على العائلة الممثل نازم عيسى والفن عنا بلت ان بالعائلة مش انه اه بلت ان والدك الرافد فكرة دخولك التمثيل صح ليه؟ لانه كانت التجربة مريرة بالنسبة بيوضعهم هني بوقت بالمرحلة طبعهم كانت كان التمثيل ما بيطعمي خبز؟ طبعا ما بيطعمي خبز ايه كان بديو يشتغل كذا شغلي الفنان اللي حتى يعيش ويعيش عائلته وكان بيتمنى علي يهود كان تمنى ما انه كان اجباري بيتمنى عليك بابا انك ما تتعمل تمثيل لانه هذا الشي ما بيطعميك خبز وطعمك خبز التمثيل اليوم؟ الحمد لله هوي كان غلطان بمطرح انه ما كان عارف انه رح نوصل لمطرح نقدر نعتاش كمان حتى من التمثيل بيكون اه اذا بدك كمية الارباح والمردود من التمثيل يكون كبير شو النصيحية اللي نصحك فيها والدك بتقول بنتم اليوم اني ما سمعت منه؟ ما فيه بتعيد خياراتك؟ ايه ولا؟ ايه وين؟ بعيد خياراتي بي اه اني كنت قدرس تمثيل بعيد خيارات ايه بلا تذكرت شغلي اتذكرت انه انا اندمت وبقلو للبابا باعتذر اني ما قبلت اني اطلع اخد جنسية تاني غير جنسية لبنانية اليوم عم اولى بوقت انا كنت دايما نقول لا العكس انا لبناني وما بتخلى عن جنسيتي ولا بدي جنسية تانية بسته الاسف اللي عم نعيشه اليوم والوضع المرير والمأساوي تتخلى عني جنسية تانية؟ ما اتخلى ما بتخلى بس انك تحصل على جنسية تانية جنسية الكندية عم نحكي لتعطيك يا خي اخي اخرة اخرة منيحة ولا تعيش بمرتاح وتعيش ببلد بيحترمك لانه عم نعيش الزل وعم نشوفه ما بده اتنان يحكوا فيها عليه انا وياك موجوعين صح وهي موجوعة وهو موجوعة كل العالم موجوعة ما حد ايض حاج علينا موجوعين احنا يعني احنا بوقت اللي وقت كنا مقرارين نترك لبلد ومفل انا ومرتي وبنتي لكن لأ اي درجة وصلنا قيمتا مش من زمان ووقتا ندمت اني ما سمعت من بي اني اخدت مسياتي قالك اطلعو له برا من زمان بي من الالفين وليه بعدك متمسك بالبلد يعني بعدك بحب بلدي بحب بلدي واسق انه بلدي رح يوصل واكيد رح يرجع لبنان واكيد رح يرجع لبنان وهذا الكلام سجله عندك للتاريخ لبنان رح يرجع مش بسنة وسنتان وخمسة نصرح يرجع بعدك مآمن بلبنان رغم كل الاطعاط اللي مرأت فيها طبعا طبعا بدك جابني عالسؤالة ليه بتعيد خيارك انك درس التمثيل اه لكن التمثيل اوكي في الموهبة موجودة الا الاداء حلو الظهور حلو عم تشتغل على حالك بس كنت بتختصر طريق طويلة انك لو درست وتمكنت اكتر وصار عندك اذا بدك نوهاو نوهاو بالحياة كتير مهم باي دومان نعملو اه وانه يكون فيه اساتزي ودكاترا عم يدرسوك وعم بيعلموك كون احلى ما انت تتعلم من الحياة بتحسها الامر مرتوبة الحياة بطلك على الهامش نوعا ما بس اذا فت مع دكاترا واساتزي مخضرمين انت بتفوت بتغس باكتر وبيأثر هالامر على تنقاية الادوار او الادوار يلي بيتلاقيها طوني عيسى متل ادوار البطولة المطلقة لا مخص ابدا مخص اللي بيعمل مشهد حلو وبيبدع فيه بيعمل مسلسل حلو وبيبدع فيه بيبدع فيه يجوز انه انت انك يتضوع ليك او تلمع بمطرح انت بتصير ليمع وين مكان بعمر الست سنين كمان طوني بعدا عن التمثيل انت بتمتلك موهبة الدربكة والدك كان ياخدك بهالعمر على الكسليك وكنت بهيداك العمر كتير مأثر فيه حسب ما بنعرف مأثر بابا طبعا ايه بس اليوم برأيك بيك ااخد حقه بشكل كامل لا البابا ما ااخد حقه من البدايات لليوم يعني اذا بدك بابا ااخد حقه يمكن بمسلسل هايبة لمع اسمه بهالعمر لمع اسمه لانه انتشر المسلسل عربيا وصار كل الاسماء انعرفيت واسم ابو علي انتشر كتير لانه هو كان اذا بدك البي التاني لجبل او ايده اليمين وبيحبه كتير وعنده هالعطف عليه وعنده هالعطف على العائلة وبيحبون فالناس بتحب الاشخاص الطيبين المسلسلات يلي بيقربوا اكتر عالناس يعني بيكمشون اكتر فالحمد الله هون بقلك البابا ااخد حقه لمسلسل هايبة بتآمن توني بفكرة انه الممثل او النجم بيولد نجم؟ طبعا بيخلق نجم وانت شو خلقت؟ انا مبسوط بيشغلي مبسوط بليه عم بعمله بفرح بكل عمل بيشتغله ما بيشتغله لأهداف مادية بيشتغله لأهداف معنوية اكتر ولأهداف تغزيني انا بس انا اتغزى منها هيبكون عم بعطيك لألك بتحس بنجومية نفسك؟ يعني موجود اذا بدك النجومية البريئة كيف محافظة على براءتها النجومية؟ عند رب العالمين لانه خلقت النجومية معك يعني جوابت على سؤال انا الان ناجم انا عارض ان رح اوصل الاجم بدي الجواب ايضا توني معنا دربكة بالستوديو بدي هيك تفجر موهبتك الليلة شالا بتم بوستو عطونا الدربكة بليز علي هيك توني بدي يفجر موهبتك الليلة بدي يفجر الله يسر شو بدي يفجر شو راح تسمعنا؟ شو بدي يسمعك شو قور جوه؟ دربكة بدي يقلق على الطاولة كانت حتى هون عجد؟ واصلي عالخافيفة اللي بدك ايه طعا بدي ايه بدي ايه؟ بدي كتير ليه؟ ما كتير معلشي المحباس سوري مارتي يالله للذهاب الع спокой والله لا اعرف زمان وايكل والله زمان صبيعي مخشبيني علي ارجع عليا حبيبي ليه ما مارسة المهنة يا توني؟ اامداد اخيانة محدودة حلوة انو كانت انت واذت roupي اتحب شئ محدودة من ناحية الفرص ايه؟ ومن بعد تاريخ ميلادك توني ننتقل لعام 2004 وعام 2005 بهالفترة انت بلشت نوعا ما مسيرتك الفنية وتاخد ادوار كتير صغيرة مشهد او مشهدين بعدة اعمال من بينهم ابنة المعلم يلي كان من تأليف مونة طايا اكبر هاجس كان عندك بهالفترة شو قوي هو ليك مش هاجس هو كان خوف من انه معقول هاد الحلم يتحقق وتحقق كله تحقق الكتير منه تحقق بالتمثيل للادوار للشخصيات المتعددة بالمسرح من بابه العريض مع الرحابنة بكتير امور الحمد لله كنت حب بغني طلعت بديول مشاهير عساس عم بتسلى طلعت خط الجايزة الاولى حسيت انه كمان بغني انه عندي بعدك عايش هاجس الاستمرارية لليوم طبعا ما بيوقف هاجس الاستمرارية اذا بيوقف هاجس الاستمرارية بتوقف الحياة بيخلص الانسان لهيك الشهادة ضرورية كانت طبعا انك تنمي روحك بالشي اللي بتحبه كتير اساسي شو تغير بين توني عيسى اللي فيت على الوسط الفني مع جناحات حلمه وبين توني عيسى اللي اصبح ناجم اليوم؟ انك ما تتنازل عن حقوقك بمطرح ما المدية والمعنوية وخاصة المعنوية منها لانه اليوم اسمك منه ملكك بقى اسمك ملك الجمهور وما فيك بقى تخزله بشين هيك نحن اذا اعتبرنا انه ما عم ناخد الادوار البطولة بمطرح ما او بسنين اللي ما رأيت مع انه كنا منستهله ومنستحقها عن جدارة ارتعينا انه لنبقى بموقعنا لازم نلاقي طريقة تانية اللي هي ننتقي شخصيات او كاركتيرات تعلم عند الناس لو بادوار صغيرة لو بكمية مشاهد صغيرة بس تترك اثر نشرت هالصورة يلي عم نشوفها على الشاشة على انستجرام وعلقت علي انا وعدتك يا بيه شو هو هالوعد؟ لانه انا حدا كتير بزعل لبيه بزعله للي كان حابب يعمله مصار بابا كان حابب يوصل بمطرح اكتر من هيك بشغله كان حابب يمكن اذا بدك ياخد هايدي الشهرة او هالنجومية من زمان اكتر شو جالي حرمه بالحلم؟ محاربة كتيري محاربة كانت كتيري من قبل؟ من قبل كتار بس جيله نوعا ما ما عنده هالحظيات يلي بنشوفها اليوم؟ لا 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 مستستهين بيه حدا كل الناس بيا خير وبركي جيلنا وجيل قابلنا وقابل قابل قابلنا كل المواسم ولا والمحطات بالحيط وكيف أنت قدرت تتقاوم لتوصل اكتر من بايك؟ صارت الفرصة وإجا الحظ أسرع من بي فصرت أنت عم تتمسك بمخيلبك أكتر طيب شو رأيك هلأ أن نوجه له هيك تحية غنائية بصوتك للوالد لأنه عادة أنا بطلب من ضيوفي غنه لأمهم بس الليلة لأ بدنا تحية للباي أعطونا الميكرو لو سمحتو بما أنه بي مسافر اليوم بكندا واشتقني له بنقل له كيف حالهن كيف حبايبنا عم يبعدوا البعض تعبنا كيف حالهن كيف حبايبنا عم يبعدوا البعض تعبنا بيت قريب وحيون بل حي وقلنا سنيه بنمشي ومقربنا كيف حبايبنا هل ليش تعم تبادوا عنا وليش ليش بتغربوا منا ليش تعم تبادوا عنا وليش ليش بتغربوا منا هو يا نسيم الشوق من عنا من عنا صوب على كندا غربنا غربنا حالك كيف حبايبنا الله يرحم العملاق نصري شمس الدين ويخلي والدك توني خلينا هلأ ننتقل لصفحة جديدة مالحيا بحر عام 2007 وبها العمل يلي كان من اخراج ليليان بستاني نعنطق مساحة اكبر من الاعمال السابقة صحيح موهبتك فرضت نفسها او في حدا ساندك لتدعس هالخطوة اثنين سوا من ساندك ليليان بستاني ليليان بستاني صحراح بوجه لتحيي كتير كبيرة ليليان حبيبة القلب لما نرحت لأعمل كاستنج للدور كانت ضاعة بين شخصين بيني وبين حدا تاني مين التاني؟ ما بعرف صراحة مانو ممثل معروف حاليا ناسي مين ليليان حبت تتوجه لك سؤال بهالحلقة خلينا نشوف شو هالسؤال ما زلوا اليوم طرح على تونيا عيسى عمل لبناني بدور بطولة بإنتاج ضخم بتقنيات وكل العوامل تكون لمصلحة العمل لكن يمكن النقطة السلبية إلى حدا ما رح تكون بحقك إنه الأجر رح يكون على الصعيد اللبناني منصف ولكن يمكن ما بيرضي كثير تموحاتك مقابل عمل عربي بدور تاني أو ربما تالت ولا أجر رح يكون مضاعف ماذا بيختار تونيا عيسى هل بيروح على خيار المصلحة المادية بالعمل العربي ولا بيجي على العمل اللبناني اللي هو مصلحة أقل مادية ولكن فنية أكبر وانتعاش للدراما اللبنانية حتى نرجع ننهض من الأزمة لأخيرا ألمت فينا أول شي سؤال كتير حلو تاني الشي بدي أقلها مبروك لزوجها من المنتج بطاري صبي حاتم ألف مبروك نحن رفق من زمان صراحة أكيد مش عم بقول شعر بس طبعا بروح للنص اللبناني اللي بيخد فيه بطولة لنرجع نعمل نهضة للإنتاج اللبناني مع أجر أقل ما عندي مشكلة بالموضوع بس تنازل هيدا لا ما نو تنازل بالعكس بالعكس انت عم تكسب مادة بمطرح بس عم تكسب وطن بمطرح تاني اليوم نشوفي كتار من الممثلين بتلحقن صفة ابن فنان وأنت ابن الفنان ناظم عيسى عنات من هالصفة يوما ما بالعكس أحلى من ابن السياسة اف؟ بكتير بدك تجبرني بسياسة هو دجاسيته ومش واو وبعتلي ابنك كمان بس الفنان عم ينقلك فن عم يبعط ابنه يبعط لك فن ليكمل الفن بالوطن لأنه هالا البلد سياحي فني مش سياسي طب ليه ما فكرت يوما ما تترشح للانتخابات؟ مش لقلي مش ملعبك؟ ما بعرف بالسياسة خلينا ننتقل لمسلسل الغالبون نعم من عام 2011 لعام 2012 خلينا نشوف الأجمل والأقرب وهو انطلقتك الفعلية إذا بدنا نقول خلينا نحضر هالمشهد إليك من هالعمل واضح إنه في شي بالقلبك تغير تجاه أنا يا زينب قديت دور علي بلال بهالعمل ليه بتقول إنه هالعمل هو الانطلاء الفعلية لطوني عيسى لأنه صراحة هو كان الانطلاءة يعني بالـ 2011-2012 لك قصة الغالبون كتير حلوة لازم أخبركني إياها لاتعارفوا شو صار أنا نعرض علي صراحة دورين مخصن بعليه وطلب مني إنه يقرأ ويجرب نقي وشوف شو الدور اللي بيعجبني منهم هاتتنين بس فقط فريت وكنت عم بقرأ عم شوف دور علي صراحة ما عدت قرأ الدور أدوار العطونيون صرت قرأ دور علي ترقأت الدور علي بس علي 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 شو قال علي هيدا؟ شو قال علي البطل هيدا؟ لا عاجات شخصية صراحة جزبتني كتير وبيشبهك نوعا ما علي بيرفض الهجرة ليبقى بالبنان ويدافع عن وطنه صح وكتير بيشبهني علي شو أكتر مشهد صعب قديته بهالعمل؟ مشهد واقعي؟ مشهد واقعي لما عملية استشهادية لحد الأشخاص معنا كان مؤلم أنه هينا بلا حاملوا لليوم يعني طوني الحرب هي أصعب ما عشناكها لبنانية بكل المراحل اللي مرينا فيها صحيح طوني قبل ما أنتقل له محطة جديدة أنا بعرف أنك شاركت بكليب أصعب فرق لسلطان الطرى بجورج والصوف وقليل اللي بيعرفوا هالشي وقليل اللي بيعرفوا هالشي بدي تسمعني شي بصوتك لسلطان الطرى بالليلة بيشرفني وأنا بعرف أنك بتعرف تقلده مية بالمية ايه بحبه بحبه كتير أبو وديع حبيب القلب حبيبي والله بتعطينا ميكرو بحبه بحبه بحبك هو الحبيب ارضى بالنصيب ترتاح للحبيب ارضى ارضى بالنصيب ترتاح للحبيب ليه بتخبي حبك هو الحبيب الله يخلي سلطان الطرى بصحته يرحم جورج الراسي يمكن اكتر من صاب صوته لسلطان الطرى صح الله يرحمه ويصبر أهله من بعد النجاح الكبير اللي حققته بالغالبون توني كمان رجعت حققت نجاح كتير كبير بمسلسل اتهام عام 2014 وهالعمل يلي جمعك بالنجمة ميريام فارس خلينا نحضر هالمشهد إلك من هالعمل ومتتابع نوجه تحية لأميريام طبعا كان هالعمل من أقوى الأعمال اللي حققه نجاح كتير كبير بالعالم العربي وتحديدا بمصر صحيح ليه ما شفنا هالعمل فتح لك بواب تاني بمصر؟ غريب لا هالغريب فيها كتير أسئلة توني شو غريب؟ والله ما عم بيع هالله أذكرتني أنه ايه مظبوط؟ ما بعرف ما بتدق بواب؟ أبدا هلا أنا من فترة طلعت على مصر كما كون يعني عم بحكيك صراحة طلعت على مصر واجتمعت بكذا حدا بكذا الشركة وإن شاء الله بيكون فيه طعام القريب إن شاء الله وإن شاء الله بيتتوجهش بتقول له ميريام فارس اشتقنالك بالتمثيل رجعي؟ هي أكيد بي البقلة صراحة أبدعت بالكواليس مثل قدام الكاميرا؟ طبعا ميريام داك تعرف شو اللي بيخليني أنسى ميريام؟ شو؟ بعد عن التمثيل لأنه ما بنلتقى كتير شفت لو إنها حدا من النجمات اللي عم بثابرة وبتضلها على الصحة الفنية عم نحكي استمثيل ايه اشتقنالها؟ ميريام من الوجوه اللي بنفتخر فيها وحتى يعني حققت نجاح على المستوى العالمي بغنية المونديال نعم سمعتها؟ طبعا تعرضت لانتقاد شو رأيك؟ المغريدين كتار والعيون بتتفتح طبعا عن الناجح في محردين؟ طبعا في محردين وفي زيرو فولوينك ما تنسى كمان fake accounts ايه او دي زيرو أصيزا هني زيرو بالحياة الناجح منكسر له ما ديفو عرأي عباس اللبنانيين ما بيحبوا بعض مثل السوريين؟ بس ليه؟ بس 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 بدي يجرح ما بدي يجرح خلص قول عادة في كتير كلم يعني حتى الممثلي نادي الناس يبنجام طلعت بمقابلة من الماضي السوريين بيحبوا بعضهم أكتر مية بالمية بتوافقة؟ أكيد ليش برأيك؟ ونحن عم نلمس هده الشي منه حتى بسات التصوير بلشنا نلمس أكتر؟ لا بعضهم هنة مثل ما هنة نحن عم نتغير هيا مشكلة مشكلة ان هو منحب بعضنا مشكلة يا ظلمي كل جمعة منلاقي فلان علق مع فلانة وفلانة علقت مع فلان شو الحديث هده؟ اذا مش بالتمثيل بالمغنى او بالغناء شو الحديث هده؟ برأيك لأنه كل اللي عم يمثلوا بلبنان ثلاثة ربعهم مش دارسين تمثيل هيدا؟ شو خاص؟ كيف شو خاص؟ مش جامعة بتبني علاقات؟ يا مين عم بيحارب؟ اللي متعلم عم بيحارب اللي مش متعلم؟ واحتيرام المهنة وان بيتعلموا؟ يا صاحب ما فيه اوقات كمان بيبقى المتعلمين اتنينتهم عم بيحاربوا بعضهم لا لا مخص هده مش بس عداش نسبة المتعلمين بلبنان اللي عم يشتغلوا بالتمثيل بقوة عشرة بالمية ما بيتعلم اتلت الانا اللي فينا غريبة عجيبة بهالبلد مش بس بالتمثيل بكل شيء كلنا مطلع برات لبنان منعمل روس ومننجح ومنعمل اسماء لا لهم يكون صالح عم يشتغل بس بلبنان ما فيك كازاديك كلهم بدون يدايكو وكلهم بدون يكونوا روس ما بقى يقبل ما يبلش من تحت بدون يبلش من رأس السلم والهارم ما بيقبل ليش ما بتقبل يا غير؟ ما فيه احسن منك روق الممثل السوري برم الأضواء عن الممثل اللبناني بقوة؟ مش برمه وجاي بضوء وجاي ما اجا ضوء ومين دعم له هالضوء؟ مين دعم له؟ عم نشوف المنتجين اللبنانيين عندك شركة انتاج لبنانيين عم يشتغلوا خي ومطلوب منهم هيدا الشي لانه بوقت من الوقت الممثل السوري هو شباك تذاكر بالدول العربية اكتر من اللبناني ومين غزة؟ اللي عم نشوفه هو الصح صح اللي عم تحكي صح اليوم في شي اسمه شاشات تلفزة في دول عم تشتغل اليوم اذا دبي او الامارات او سعودية تلفزيون مثلا ام بي سي عم نحكي اذا ام بي سي شايفة انه تايم حسن او قصاي خولة او باس الخياط او باس مياخور او 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 اسماء كتير تمنى انصح اذا هاو دي شبابيك تذاكر لقالهم وهاو دي احصن ربحانة طب ما بيشتغلوا معاون وما بيجبروا شركة الانتاج انه تجيب لوني اون يشتغلوا كيف لا؟ هل شركة الانتاج مخولة الف المية انه هي ترفض هذا الشي بننحب بعض نحنا بس نبلش نحب بعض اللبنانيين بننجح ولبل ما نحب بعض يا طاني بيكون صار عمرك قدها يعني قد ما يصير الحمد الله لكن بالعكس نحنا ما عنا شي ضد الممثلين السوريين نحنا محبون كتير وبالعكس هالانتاجات المشتركة الغزيرة اللي نحنا اغلبيتها شاركنا فيها كانت ناشحة ونحنا كنا ناشحين فيها يعني انا احكيك عن حالي انا نجحت بكذا عمل من اعمال شركة الصباح اللي كانت مشتركة مع الشباب السوريين يللي قدوا ادوار رائعة جدا ونحنا بالمقابل بادوارنا التانية او بادوار من الكاركتيرات اللي عملنيها نجحنا عندك عتب على الصباح ويجار بس عندي عتب مش حليون يمكن هني اكبر شركتان بلبنان موجودة شو بيعمله طيب؟ بيعملك انتاج لبنان للبنانية بيعملك انتاج عربي ويدعم الممثل للبناني كيف؟ نيناتنا بنعرف الصباحة ويجي الفيلمز إذا فرضوا عمل على سوري يجيبو لك نجمي سوري بتبيع حلو الفكرة نجيب النجم اللبناني ونجم سوري نجمي سوري مش غلط معك حق بدنا دعم من المنتج اللبناني بدو يقف حد من المنتج اللبناني بس بنفس الوقت كمان بدنا دعم من قد الوطن العربي مش كافي فقط المنتج قبل ما أنتقل الأعمال يلي اجتمعت فيها مع الممثل نادي ناسي بن جيم خلينا بالاتهام نرجع الاتهام إذا رجعت وتعاونت مع ميريام فارس بعمل شو الدور يلي عبيلك تشتغلوا معه؟ شين غني فيه أنا وياها؟ حلو حفظ لاش غنية؟ تكو تكتك حفظ لغنية تذكر بهالوقت بس على سيرة غنية المونديال الفنان واقل جسار انت أدى وقال إنه أداء ما بيتناسب مع عادتنا وتقاليدنا شو تعليقك على هيك تصريح؟ حبيبي واقل بس هدا مخصوا بهالشي يعني هدي بعرفه إنه هالمخلوقة عملت هيدا العمل بمشاركة فنانين عالميين بالفعل نحنا بنفتخر بهالشي يعني أنا كإعلامي لبناني وطلبوها بالاسم لحتى تمثل صح الوطن العربي مية بالمية بلاس الأجانب يعني أنا كنت هي بتمثل الوطن العربي بها الغنية اللي اقترح هو وغنتها نجحت ما نجحت زبطت ما زبطت لحنا مش حلو كلامة مش حلو أبار بس الموضوع الأساسي إنه انطلبت وعم نحكي عن مونديال عم نحكي عن عالم كله عم بيسمع الكون عم بيسمع يا الغنية فشلت بلنا هو شو بدي أعمل بس بزقف له وقت اللي قاله اسمه حلو مبروك ميريام هيك بالله مشاكل شخصية خلافات عائلية مشاكل فنية آخر همه آخر همه بتقبضي أكتر بتعمل حفلات أكتر بعمل حفلات أقل آخر همه ضد تصريحه ضد تصريحه ضد تصريحه ما سمعت ولتصريحه أنا عم قل لك شو قال شو قال هالعمل أو أداي أنا أو عن ما بيتنافع مع عادتنا وتقليدنا شو خاص عادتنا وتقليدنا؟ لشون إحنا بعيد عن الناس همم كهلا وين عشان إحنا؟ همم نحنه همم تعطل أرض؟ ولبس جارية لا؟ شو على الحديث؟ طب سمعني شي بصوتك لا ميريام قبل ما انت تطلع على طريقتك برايك أعلنة أوف هيدا أصعب سؤال لية؟ عندها بحر من الأغاني ميريام متل ذكرناه أنا والشوق يعني هيدي من المفضلات عندي صح حافظة؟ هي هيدا حافظة من بعد اطلع بريك عطريق تكتوني اه راسي انا والشوق يطللي وانت تغيب انا والعين بنسأل فين اغلى حبيب انا والشوق يطللي وانت تغيب انا والعين بنسأل فين اغلى حبيب انا قلبي نادي ليك وروحي تروحي ليك يؤف بي الزمان واستنى شوف عينيك انا قلبي نادي ليك وروحي تروحي ليك يؤف بي الزمان واستنى شوف عينيك مشاهدينا انطرونا ما تغيروا موجة ولا إزاعة رجعين مع كتاب الشهرة علي ياسين نكافين معكم مشاهدينا كتاب الشهرة الخاص بالنجم طوني عيسى طوني متل ما ذكرت قبل البريك بدنا نحكي عن تعاونك مع نادين ناسي بن جيم انت اجتمعت معه اكتر من مرة صمرة عشرين عشرين صالون زهرة عشق النساء بس ما شفناك البطل الحقيقي اذا بدنا نقول بطولة مطلقة مع نادين شو السبب ليه ما شفناها التونائية منتظرينا صراحة ناطر انا انا هيدا الوقت ناطر كتير عبالكم في عمل اجمعني مع نادين عمل بطولة مع نادين برأيك طوني خلينا يعني عم نحكي القصص متل ما هي اليوم قبول او موافقة الممثل اللبناني على الواقع يلي فرضينه المنتجين متل ما ذكرنا بقلل من شأنه بعالم الدراما انه انا ما اقبل بدور بطولة مطلقة بيقبل بدور تاني او تالت كرميل كون موجود بهالعمل بوقت ان احنا بععد عن ادوار البطولة المطلقة صرنا عم ننبش على الادوار يلي فيها كاركتير معين يلي فيها كومبوزيسيون معينة بتخليك بمطرح بلافل عالي ما بتوطيلك من شأنك الى ان يرجع يسند إليك دور البطولة المطلقة لان سحبت من صالون زهرة لانه ما حبيت الدور بكل بساطة مين من الممثلين السوريين بتحترم موهبتهم بتقول هيدا بالفعل نجم سوري عربي قصاي خولي تعم حسن بس الخير اسم واحد برايوريتي عن طوني عيسى قصاي خولي قصاي خولي ننتقل للاعمال العربية المشتركة كان الى بصمة بمسيرتك اذا بدي اطلب منك تقيم من عشرة وفاء الاعمال المشتركة مع طوني عيسى قدي هالاعمال المشتركة وفية معك قدي بتخط سبعة سبعة لمش عشرة على عشرة كم فيها تكون احسن معي لو ما الاسباب يلي عددناها السابقان رح نرجع نشوفك برمضان الفين وثلاثة وعشرين بعامل عربي مشترك مع الممثل عابد فهد وكارث بشار خبرنا شوي عن دورك دور كتير حلو كاركتار جديد جدا ليش قبلك فيه لانه كمان عم بقلك انه هو ككاركتار بيغنيك عن دور فطولك ايوم مطلق النجم المحبوب دايما فهيدا كاركتار غريب الاطوار كايند اوف داعش بيتزوج شو عصدك داعش من اي ناحية بالفكر فكر داعشي فكر الداعشي حليق الشعار دقره حمرة بتزوج قاصر عنده اللعيبه الخاصة منه هيا فيني خبرك اكتر طبع افضح من القصة والعلاقي اللي بتربطك بعابد وكارث هني موجودين كلهم بهيدا الحاي وهنيك بتصير الاساس اسمه النار بالنار خلينا نحضر هالفيديو منتابع اه احتكار النجوم السوريين الشباب اي طبعا للبطولات انه اخذ من دربك شي طبعا النجوم السوريين اخذوا كتير من دربك بتقولي المعادلة اختلفت بعد مرور وقت على هالمقابلة مع الممثلي امل عرفة او بترجع بتأكد الحكي نا مش بأكد طولت تفهمت الوضع فهمت علي تغير الوضع لانه طولت تفهمته بتأكد او بتغير المعادلة هيدا اسمه رد فعل مش حالك غير موزون كان سريع نوعا ما لانه في حرقة فهمت علي انه بتطلع انه انت عايش ببلد لازم انت تكون اول فيه يعني الناسبة الاكبر هي للبناني وبتطلع انه لازم يكون فيه دعم اكبر للممثلة اللبناني بوقتة يمكن بهاي الفترة كان فيه شي عمل مأخوذ من دربة فيه كتير رايح من دربة واحد شو هنه ناسي والله لا امنها في ناسي لا والله والله العظيم ناسي والله عم بحلوف ناسي تفهم الوضع بعدين انه اوكي الحقيقة عرضه طلب فيه ناس بده هاك وبده تمشي لامور هاك لانه لازم تصير هاك هلا هنصير شي غير ايك بس نحن اكيد نفتخر بمع النجوم السورية اكيد لانه محترمين جدا مين من الممثلين السوريين كنت حاطت عينك على دورقلهم بعمل معين بتقول والله يا ريت كان هالدورقلي كله عن المحبة كله دور واحد يا طوني كله الحلوين يا خي دور واحد بتقول يا ريت كان بمسيرة اليوم عم نحكي فيه بمحبة عم نحكي فيه فيه احلى من دور جبل شيك الجبل عارف رح تقول حلو الدور حلو يا زلمي اي ممثل انا ممثل انا مني نجار انا ممثل كنت رح تنجح فيه متل ما نجح تايم عارف بعارف انه حلو الدور خلينا ننتقل للعين بالعين عام 2022 ونحضر هالفيديو جيه زي ولا رح تعزبيني هالمرة كمان شو جيفك لهون لو انت شو بدك مني قدي بتحب تجتمع مع سيرين كتير اول مرة على فكرة اول مرة بتقول انه انت تحاربت وبعدك عم تتحارب لا هلأ كيف هي الاساليبية اللي عم تتحارب فيها عم بيحكي بالوسط الفني من قبل زملاء اكيد بعرف بعرف بتحارب بانه يكون في عندك شي ويبطل يكون مدرج اسمك بليحة طويلة عريضة وانت على رأس الليحة وفجأة لين واسمك بطل صار بك بأسفل الليحة معنى مجازة بس انه فيه امور كتيري فيه محاربات كتيري طبعا الغري موجودة وانما كان الحسد موجود وانما كان العين موجودة وانما كان بتأمن بالحسد؟ مش ايمان موجود موجود بالكتاب والله يبعد الحسد عن عيلتك الحلوة طوني ومحطة جديدة طوني بمسيرتك وهي محطة حلوة الزواج انت تزوجت من امونة عيد بـ 22 ايار عام 2021 22 و 21 هلأ انت مرقتلك يا بالحلقة 21 انت تزوجت بـ 22 من التركع على امونة تحاسبك لا 22 ايار انا سقط هتساوم مني حدا بينسى التاريخ يا طوني فيه اوتلات شغلة خلينا انا احضر هالفيديو ونتابع يلا جماعتك علاقة حب عاصفة اذا برنا نقول بامونة عيد استمرت لثمان سنين قبل ما ترتبطوا رسميا وتوصلوا لهالتاريخ شو السبب؟ قضاء وقدر كان فيه اسباب كتير اهلك كانوا معارضين؟ اهلي انه هي من غير دين؟ ابدا هي علوية؟ صح وانت مسيحي؟ صح هي كانت شوية المشكلة معارضين كانوا اهلك؟ مش اهلي اهلا؟ نوعا ما كيف فجأة هالزواج صار اعلنا على صفحات مواقع التواصل الاشتماعي من بعد ما كانت مقتضة بهالقصة اذا بدنا نقول يعني خفيته لامونة كتير عن الاضواء؟ اه ما كنا حبين انا ما كنت حابب انه اه انه حدا يعرف وانه هاي امور خاصة وهذا شي بتعلق فيي انا وهي دي حياتي الخاصة اه بتعني نقلي ما بتعني حدا تاني كان قلبك حاسك ما رح تتزوجه؟ بسبب هالمشاكل؟ بابدا قلت في عدة قسمة كنت دايما نقول انه انا رح اتجوز هاي دي البنت وما حدا غيره مع انه انا كنت مفكر توني انه اهلك اني المعارضين يعني بعرفك انت نوعا ما اذا بدنا نقول متعصب مسيحيا؟ لا 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 ابدا؟ كتير منشوفك بالكديسة انا مؤمن لكن مش متعصب ابدا هلأ رح نساوي تحدي على الهواء انا وانت توني رح اطرح عليك اسئلة وهالاسئلة طرحتهم نفسهم على امونا زوجتك وبرنا نشوف قدي بتعرفه بقضي ما يصطر جاهز؟ جاهز سؤال الاول اذا الله رزقكم بولاد غير تالية كم ولد بيحب توني يجيب؟ شو؟ ستة ستة؟ خلونا نشوف جواب امونا على الشاشة اذا الله رزقنا بولاد غير تالية توني بيحب يجيب ثلاثة اولاد لا يا امونا لا ما انك حافظتي لا توني بها الخبرية لا 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 او زادوا بالمبارح لليوم ثلاثة لاننا هنزمين كنا قيلين اتناعش اتناعش؟ زمان قال له على الوضع اذا ايجاك صبي شو راحت تسميه مفروض علي كرمال أمونا كرمل أمونا أكيد بالمبدأ بالمبدأ نحنا كنا بفاكرين بيتوني جونيور بس لأ لا بحب اسم راول راول؟ مش ناظم؟ ولا لا تعدل بينك حبيبي بس هو بيعرف انه لا نحن نروح ها اسمي شوي بعد انه اسم ناظم انا حبيبي خلينا نشوف جواب عمري كله ناظم رح يسمي سبي راول لا بيطلع لها نقطة لامونا حلو شو فيلمك العالم المفضل فيلم العالم المفضل ناشنل تراجر خلينا نشوف الجواب مع امونا فيلم العالم المفضل باعتقد ناشنل تراجر حلو برافو بيب موطن لامونا لانه منحكي كتير عبنا وميكلو سكيتش بحبه كتير طب شو اكتر شي بيعصبك بالبيت اكتر شي بيعصبني الخزانات اللي بيضل مفتحة من بيفتحهم مرتي بتفتحهم وبتتركون اه بتتركون فيها انتو ماشي ممكن تضرب بدون هاو هلأ تلية فيها العادي كمان مثلا بعد ما همكتبش بها الله يسطر خلينا نشوف جواب امونا اكتر شي بعصبتوني بالبيت القعدي بالبيت والغبرة فاهم ما بعرف شو صاروا ثلاث اشياء هاي دي جديد الغبرة الغبرة انت الشغلي واحدة لو طلبت اكتر من الشغلي لا قلت شو اكتر شي ما تهرب من جاب خلس نقص لانا قطين لها بس ناحا يعني انا الغبرة كمان اتولي يعني وعدة البيت بس خلص تفتح الخزين هي مرح تقول تفتح الخزين كرمال ما تحط نقطة صوتها بحقا من الممثل اللي اكتر شي بترتاح تمثل معا سيرين عبد النور مع انه توقع اللي بيرتاحت هون يمثل معا هني جوابه كلهم اوكي اكيد كلهم من حب يمثل معهم بسط بالتعاون مع سيرين ايه بحبة لسيرين مع انك اجتماعت يمكن معنادين اكتر من سيرين اختلفنا كل حدا عنده شي شو بتعطيك سيرين على السات شو بتعطو بعض سيرين مهضومة يعني سيرين يعني كيف هي بتقدي بالان بتعطيك بالوف وحدا متمكن جدا من الشخصية تبقوا عم بلعبها وحدا ميكون درسها مزبوط للشخصية والناس طبعه ومحترمي جدا مظلومي سيرين اليوم؟ اليوم مظلومة انا برأيي اليوم سيرين مظلومة ايه طبعا مظلومة وينها سيرين؟ شو الدوري اللي بتحب تقدي مع سيرين؟ انا؟ ايه حبيبة حبيبة؟ ايه وينك يا أمونا شو عم يصير على الهواية؟ بتمثيل بتمثيل كمه لك سيرين انا جدا باحترمه جد انتبه هادي اللي عم بحكيك عم خبرك عنه ان العلاقة الصداقة انا و سيرين مانا قديمة كتير اوكي كده نعرف بعض وبس نلتقى نبوص بعض واصحاب كتير بس ما كان فيه قد من بعد مسلسل عين بالعين اكتشفت شخص جدا محب عن جد وبيسأل حلو و سيرين نجمي يعني والسبب ان انا عطبت زملائي لاني القدي بحبهم عرفت تريه؟ جس يعني انا بعاطبك علي ليش ما كذب ليش ما جيت لعندي عالبات مبارك نعني سارة غير شكل لاني بحبك بالييك تجي ما بتحس انه يمكن مبارك ولك لانه منعرف سيرين وما جي على خلاف لانه سيرين معك ليه باننا نتخبى وراء اصبعنا؟ بي بقلبي انت مم قلنا عيوننا بوجنا وعقلنا برأسنا شو خاص ببارك لتوني عيسى بشغله وخاص. متل ما توني عيسى ببارك لك بشغلك لانه بمبسط. بشغل زملائي. ورجعوا بارك ولك. لك هي مسحة كانت. مسحة طلعت شوية قيلة عند البعض. وكانت مرأة خفيفة عند البعض. بالعكسك مسحات حلوين بالوسط الفني بيقربوا. طبعا اكيد. الفنانين من بعض. شو هو الدور يلي بيزعج امونا انا كنتقديه? ولا دور. ولا دور? اه ابدا. خلينا نشوف جوابه. اكيد لا. اه ما في دور اه بيزعجني توني قدمه. بحبو يقدم. والله طلعتوا بتعرفوا معا. بس بعد في جوابانية كانوا غلط معا. كم علاقة حب فاشلي مرات فيها قبل ام مونة? اه ما انه علاقات حب فاشلين. اه كنا يعني متل ما حدا بيتعرف عشخص تاني وما بيمشي الحال. دايتينج اكتر. اي تقريبا. خلينا نشوف جواب امونا. باعتقد انه ما قطع بولا علاقة حب فاشلي من قبل كانوا كلهم اعجب. وبس صار حب اه قرر انه يتجوز. انه يتجوز انتصرت هي. ايه. انه كنا اه كنا تاركين اه ورجعنا اه اه تاركين شو? كنا تاركين يعني ايه بعض. اوف. اوكي. وبوقتها انا قررت خلص ارجع. بتعترف لها بخبك. كنا يو بالسيارة راجعين يو. مركب السيارة عالبحر. طب خلص. يعني لو السيارة. شو بتغني تحت الدوش? انت. انت. جاء لتلك? هي جاوبة. هلا بنشوف جوابه بس انت قلي. شو بغني تحت الدوش? اي. بديك تسمينك خاطرنا على بالك خاطرنا على بالك خلينا نشوف أمونا شو قالت ما في غنية معيني توني بغنية لأنه توني بدلها بغني كل نهار بلدوش وكل الوقت جوابها مثل جوابك من سنة الله رزقك بتالية الله يخلي لكم إياها شعور الأبوي شو غير بشخصيتك؟ ردني طفل ردني طفل أعطاني ربنا القوي أرجع قادر ألعب مع بنتي ردني عن جد طفل ترجع بتعرف قيمة الحقيقة أكتر شو معناته اسم تالية؟ تالية معناته نور في الجنة نور في الجنة شعور الأبوي شعور مخيف أعتقد أنه هو الأعظم اطلاقاً صنع ربنا حلو وهالنور الليلة رح تشوفه كمان معنا بالستوديو طاني تعرف لي؟ لي؟ لأنه تالية معنا بالستوديو حبينا نفاجأك فيها فعوتو لنا تالية لو سمحتو لا هالبنوت الحلوة قلتلك في مفاجآتي كتير الليلة بيبي؟ بابا؟ بابا؟ حبيبي؟ بابا؟ يا عمري طاني تفضل انت مان؟ تفضل انت انا اخر شي انا انا اخر شي بتتوقع عنده تجي؟ بيقلك ملكة حتدبس عن الطحين قل لي هايدي مرأة تالية بابا؟ عم علي؟ يا عمورة انت حرام حلينيها واعية لها الوقتية بتنام قبل بكتير عمول ايش عم بتنايمة كانت اطوعا؟ يا عم تضحك طلالة سنين بابا؟ عمورة؟ سارو عشر تشور؟ سارو عشر تشور؟ سارو عشر تشور؟ داعش إلا يعني اي حبيبي؟ اوكي نوقف يلا بدي تسمعني شي غنية لقلا هلا قبل ما نفوت بحوار معك؟ شو بتسمعنا بصوتك؟ انا عامل لها غنية لقلا بس كنا بدي نزلها عمري السنة هلا اوكي صار معروف بنا شوية رح سارجع سمعك سمعنا اياها يلا بابا؟ اين اوكي اوكي صار لي يا بابا كم سني ناطر انا شمك ضحكت الي كل الدني لما ضحكت اميك وقت اللي طليتي ضوعت بايتي والمرحة اللي ايتي بل بي انا واميك طل التالية ويا هلا عمري ابتدى ومشوار يا ها السماء شتي صلاة عكفوف دين صغار يا ها السماء شتي صلاة عكفوف دين صغار الله يخلي لك يا ها يا توني ويخلي هالصوت حبيبي عشو بتقل لها سوري لتالية سوري اني ما جبتها من زمان بسبب امونة واهلة هالشي انت مخصة لا مخص اهلة بالعكس بالعكس خلص بقلك هيك الله بده وهيك اراضي يصير وهيك صار بس ليك من دون زعل بتشبه امونة اكتر بتشبه امه لا انا الشيغل عليها صح انا بديها مثل امه اي لاوبيو بيبي بنا نوديها كرمالة نم تالية بنا نعتذر منها خلينيها ويعي لها انت رايح ابايع البيت هلا ايه قولي له باي عمو علي باي 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 بعتيله فلايين كيس قالت لك بابا ولا باي باي ايه قولة تريده Veggie باي مما قبل قالت بابا ايه لازم تقر كمان ماما قبل يلاو قولي له باي لعمو علي باي ايه قولي له بعتيله فلايين كيس تشوف بعتي فلاي ينكيس ما شاء الله يا مر ني يا حبيب بلنا نستأذر من تالية وعفوة تالية انو خالينيك معنا الليل السهراني باي باي بابا اي لوفيو بابا يا حبيبي راح نطلع مشاهدينا فاصل اعلاني سريع ومنتابع مكافين معكم مشاهدينا هالحلقة الحلوة من كتاب الشهرة مع الناجم طاني عيسى وطاني هلأ وصلنا لفقرة إيلو قال بها الفقرة كتير اخبار بتنقال عن المشاهير وانا رح استعرض بعضها وبدك ترد لأ لأ يعني لأ لأ بس هاللأ لأ يمكن تكون شي ايجابي مش ضروري سلبة جاهز؟ جاهز اول عنوان صندوق الاسرار مع العيلي بدنا نشوف عيلتك شو قاله خلينا نحضر على الفيديو اسرار مع العيلي شكل الابراج زابط على خي توني لأنو طاني بره الجوزاء وكل ساعة بعقل لما حدا بيسخن بالعيلي طاني بيسخن معه طاني قدمهو كريم ما بيعمل حساب لمكره هم هل الشي بي توني إنو إذا يكون في حدا من أصحابه زعلان أو مارق بفترة صعبة بيعمل مستحيل تيرجع له الفرحة هده هو إنسان كريم هده ما بيخلي حدا يأكل من صحنه بيوقف أكل ضغري خلو توني is my hero حبيبي الله يخلي لك عائلتك صوروا هالفيديو بعيد الميلاد حبقتها الأسرار اللي كشفوها كلهم يعني أهلي بكندا أهلك بكندا صح ايه معهم حق فيهم كلهم بتوافقهم ايه قدّي العائلة بتعنيلك كتير كنت عم تقلي قدّي أنت معلق بعائلتك بس هالأمر بيدر؟ من أي ناحية؟ بيدر مش عم بحكي سلبيا كيف بدي أقل لك؟ نحن عائلة كتير متكاتفة يعني نحن أخوة ما عنا شي بتمن تجاه بها يعني هيدا اللي النفور بتشوفه أو المقلفات اللي بتشوفها بعيال نحن مش موجودة لنا يعني أنا وخيّي مثل بعض أو أختي مثل بعض مثل بعض نفس الشي سواسية الحيات سواسية حتى إذا رأى سمح الله بيّ بدي يقصم شي ما منقبل يعني ما بدي يعني ما بدي يعني ما بدي ما بدي ما بدي أخيّي ما بدي أختك ما بحك بدي خيّي أخيّي ما بدي لهالدرجة نحن لو عايزينا للشغلة ما منطلبها عنوان تاني بيقيل وقال معتصم النهار ممثل صف غامس خلينا نحضر على الفيديو ومن الشح شو قصدنا مش مزموط خلينا نحضر لكل ياللي عم يجرب يصطاب الماء العاكر ولكل ياللي هيك عنده مشكلة شخصية معي أو مع صديقي اللي رح تشوفوه هلأ منحب نقلكم إنه أي صحافة يرتشى وأي صحافة بجرّي بنزل خور ما قلوا علاقة بالصحة وما قلوا علاقة باللي عم بيقولوه بيكون حرام يكون أعلامي هيدا معتصم النهار هاي توني هيدا خي وهيدا صديقي وهيدا الزلمة بيرفع الرأس ببلده وببلدنا وبالوطن العربي كله واللي عم بيجرّي بيغلب خورة شو بتلهم ما يحاولوا أبداً لأنه توني صديقي من زبان وأنا بعرف توني من جوه شو هو قبل ما يكون ممثل وقبل ما يكون عيشي مش كمعنى أنه هي زبان في سوريا وتكررت التجارب باللبنان وإن شاء الله بتضل التجارب طول العمد لأنه بشوف حالي فيه وأنا كمان يا حبيبي واقتضت واقتضت طوضيه شكراً نقل عن لسانك نعم تصريح أنه أنت قلت عن الممثل معتصم نهار هو ممثل صف خامس نعم مش مظبوطة الحقيقة وردت بهيدا الفيديو صح أداء الفيديو حقيقي من عشرة 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 اف طبعا منو مفبرك أبداً لين فبرك كرميل تسيبتو للعالم العكس ولو بوعد أنا هو أحداً ما بحبوه مثلاً أنا ببعب لا أنا مش هيك ما قصلم حبي أنا مش هيك أنا معتصم بحترمه جداً جداً صاحب أخلاق عالية ما منلتقى كتير بس وقت اللي ملتقى نحنا كانوا مبارح كنا سوا معتصم تقولك شغلي معتصم تعرفت عليه بمسلسل خطون وما كان معتصم عنده هيدا الهيلة الكبيرة اللي حدث أنه معتصم اشتغل صح وانتقل من مرحلة لمرحلة بطريقة مظبوطة وتم تبني اسمه وانطلاطه كانت عبر شركة الصباح بمجمل أعمال اللي ما رأت وبكل الأعمال اللي كان فيها كلها نجحت في ناس رح تنتقد وفي ناس رح تحبه ما عليش حتى بسوريا كمان انتقدوه وبلبنان انتقدوه وبلبنان كتير حبه وبسوريا في كتير حبه وفي ناس عنده فان بيتج كتير مخيفة وبيحبوه قد الدنيا وبيحاربوا كرماله لا اي فنان ينتقد واي فنان بتمشي معه كمان وبتحبه فمش عبرة العبرة انه زالة ما ناجح واكيد لا بغير من النه ولا بغير منني لا أاخد من دربي ولا أاخد من دربي اوكيمممممممь يعزلمه من كم سنه صرحت علية أاخدين من دربك. شو مش أاخد من دربك شو أاخد من دربك؟ عم بحكى بالاعمال اللي اشتغل لناهم سوا عنه أاخد من دربكن أاخد من دربكن أنا أم بشتغل الشخصية تانية اخرى بهذا العمل بس وأحد من دربي بداور اصغر أحد من دربي شو؟ كممثل سوري نرجع لنفس الدوان ممم Anh ونرجع لعندك ونرجع لنفس الجواب أنه اليوم شركة الانتاج مطلوب منها جيبها الأسماء لأنه الأسماء هي شبك تذاكر الوطن العربي ننتقل لعنوان جديد بهالفقرة فوكسبوت نزلت زميلتي ياسمين بودياب على الشارع اللبناني وطرحت هالسؤال على المرة طاني عيسى مظلوم درامياً؟ شو بتتوقع أغلب الأجوبة كانت؟ أكيد أكيد؟ خلينا نشوف برأيك الممثل لبناني طاني عيسى مظلوم درامياً بصراحة هو عم يشارك بكتير أدوار حلوة لأله هو كتير حلو أشتب صراحة مظلوم بكل شيء مع أنه شاطر أكيد لأنه ممثل كتير موهوب وشاطر لا مش مظلوم أخذ حقه بالدراما هو يستحق أدوار أقوى يستحق سيناريو أقوى أكيد مظلوم لأنه عنده كفاءة كتير وجدارة كتير بالتمثيل وبيعتبر ما أخذ حقه هو الكاريزما طبعيته منى نافرة من بيني صراحة أم مظلوم ما بحس هيك هلا أجان أنا ما كتير بحضر مستقصرات لبنانية بس بحسه كتير تالنت صراحة هلا تركلي مظلومة درامياً مش مظلومة درامياً أنا الأشطة شو وضع وينك يا أمونا ما عليك بتحبه ما بتقعه أحبات الكاريزما شو شو قصة الكاريزما أنه ما عندك كاريزما أنه ما عندك كاريزما تلعب دورة كاريزما صحة وحلوة مثل ما أنا حبابة دي ونحبوها والحمد لله كل الأدوار كتا عم باللعابة كتا عم تنحب من قبل الناس كانت شريرة أو حلوة هدا بيت لقصيد بالنسبة إلي كدراما وإنت توني نجم منفتخر فيك بالابنان والعالم العربي خلينا نطلع فاصل إعلاني سريع وصلنا مشاهدين لقبل آخر فقرة من حلقة الليلة هي الخيار إلك رح أطرح عليك سؤال مع ثلاث أجواب بدك تختار جواب واحد جاهز لهذا التحدي بدك تكون شفاف وصريح أول سؤال عمل أعترف بأنه فشل الخيارات هنه صانع الأحلام شرعوا الحشيشة بيوت من وراء أي عمل بتقول أنه فشلت شرعوا الحشيشة شرعوا الحشيشة ليه؟ كانت صياغت النص شوية بعيفية ولقبلته أنه نص ما عم تقولي شيء إخراجي يعني النص المفروض تكون قاري منيح لا اي صح اي ممر كرمال المادة؟ لا لكن قبلته أنه بيحكي عن الحشيشة وكيف أنه الحشيشة لازم تستعمل بالبلد كانت فكرة حلوة أنه كل شيء ممنوع مرغو بيضرب بالبلد فكرته حلوة بس صار في شوية تقطيش فيه مهما مركب عندي مضبوط مش من اللي كنت متوقعه صراحة كان عكس توقعاتي مثل أنا قريت وهو صح بس كان عكس توقعاتي كانت أول مرة بغلوة تحزفه من كتاب الشهرة؟ ما بحزفه بس كانت مرحلة حلوة أوكي سؤال الثاني رأيي بصالون زهرة بجزءه الثاني الخيارات هنوة فشل نجح بقوة كان من الأفضل انسحابه بالجزء الثاني الأول اثنين يعني عم تحكي بعكس بعض الثالث ما خصوا فيهن رأيك كان من الأفضل انسحابه بالجزء الثاني لأنه ما كان دوري منيح مشين ما تفهم أنت ووضحت هالشي بسياء الحلقة طبعاً سؤال الثالث أختار هالممثلي لدور بطولي شو عنا خيارات؟ نادين ناسي بن جين سيرين عبد النور أو نادين الراصي مين بتختار بينهم؟ فيهن يكونوا تلاتتهم مسلسلة بدك تختار شخص ما اسمه الخيار إله تلاتتهم بحبونه عبيلي أرجع أشوف نادين الراصي والشغل معه متعة عفكرة نادين الراصي حبيبة قلبي كلهم النجمات منفتخر فيهم لك عبيلي أرجع أكرر التجربة بشكل أكبر مع سيرين عبد النور مع سيرين عبد النور بتختار سيرين عبد النور صفة بكرها بشخصيتي العصبية تردد تسرع بحسك عصبية ما بعرف لين إيه عصبية؟ العصبية؟ بس بكره إيه أوكي العصبية بس أنا بالمبدأ كمان تتسرع عندي مشكلة تتسرع؟ بعض الأحيان تتسرع وبترجع بتعصب إيه شفت كيف؟ أو بعصب برجع بتسرع أحصب أحد تغزل بزوجتي بحضوري أحد الأشخاص تغزلوا بزوجتك أنت وموجود راح كيف راح تتصرف؟ خلص راح؟ روح يا زلمي تضربوا بنسحب من المكان باتجه صوبوا لاستضاح السبب ولا واحدة منهم ما بتضربوا؟ ما قلت هلأ راح؟ لك لا بعدين شو دي من الناس؟ إنه مرتة كمان بادلته الشيء وفكرك ولكن لا هو ما دخلنا مرتك؟ آه هو بريئة أمونا يسمع كلمتان حلوين أول شيء عزوه يعني بنختارق ثالث خيار بتروح لعضو أفضل أفضل أخر واحد أفضل شيء بتروح لصوبوا لتوضح السبب كيفا كميح؟ كيفا كميح؟ بلش معه بكيفا كميح من بعدا؟ ما بعرف ما نصير لديك عقلية الرجل الشرق اتجاه المرأة؟ لا الغيرة؟ الغيرة لم أهرب منها لم أفرر منها مين أكثر؟ انت أو هي؟ 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 بتغير أكثر؟ أطلع خلينا ننتقل للسؤال الآخر لو زوجتة أمونا مطلقة؟ سيدة مطلقة؟ كيف بتتصرف؟ لا أمانع لا أرتبط بها تخفي زوجك لا أرتبط بها أف؟ ليه؟ عالتي لو عالتك لو بده جرأة جوابك؟ بأكيد ليه بس؟ ما بعرف والله ما بعرف أول مرة بنسأل هيك سؤال بس بعرف أنه أول شي ممكن رد عليها هو أنه لا ما بتثبت عندي أن يتجوز المرأة المطلقة بس في ذكورية حكيتها لا 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 أبدا أنا هيك أنا هيك أنا ما بيتقبل هذا الوضع ما بيتقبل الأنتوراج ما بيتقبل العائلة ما بيتقبل خاصة إذا عند أولاد وإذا ما عند أولاد؟ سيدي المطلقة ما بيحقلها ترجع تتزوج؟ بلا بيحقلها ترجع تتزوج بس أنا ما بيبقى تتزوج أمرأة مطلقة وإذا أنت مطلق؟ شوي تجوز بيحقلك أو ما بيحقلك؟ أنا ما بعيد لك الرواق يعني فرصة واحدة بالزواج بس أكثر ما يخيفني في حال سرقة هاتفي؟ يا ريت لي؟ برتاح برتاح وموجع الخيارات إن الصور محادثات الواتساب أرقام زملائك؟ أرقام زملائك يعني ما في شي بخبه عندي صراحة يعني والصور ما بخبي لك صورة لا 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 ولا شي أبدا تركونا إصلا صور بنتي عبد الله الله يخلي لك إياها شكرا طفل المقبل مصاب بتشوه خلقي لا سمح الله كيف رح تتصرف؟ بس بعد ما خلق جنين ووافق على إجهاضه أرضى بما كتبه الله أتخلى عن زوجتي صعبين هالأسئلة لا؟ كتير صعبين بس حلوين أرضى بما كتبه الله قررت بنتك تحويل جنسة بنتك تالية كيف رح تتصرف؟ شو لأسئلة عم مصايف ووافق؟ وعارض؟ أو بتتبرى منها؟ شاهد زفير؟ فكر قبل بتجاوب هالجواب يمكن يورطق بالمستقبل بس تكبر بنتك عم يكدتك العرق شو في؟ ما فيني أتبرق من ابني هذا شيء من سابع المستحيلات عاديك خيار أول وثاني غير ضروري تتبرق؟ يعني دغري نطع عيونك على أنك تتبرق؟ أنا عم بأيرن ما أقول شيء أنا بأيرن بعدين بأعطي رأيي بأيرن؟ يعني أنا بشحل ليبقى عندي شيء بره منها مش موجودة وعارض بتعارض؟ أنت عبدك تفتح علي بقى أنت قلت الأبوي غار يا توني بتغير بشخصية الإنسان وتفكيره يا خي بتغير بشخصية الإنسان بس أنت بتتقبل أنه ابنك شاب يصير بنتك أو بنتك يصير شاب ما شك؟ الله خلقوا هيك عم بتغير مشيئة ربك؟ شو؟ يعني أنت عارض؟ شو بتقل لي؟ أكيد عارض ما في باية ما بيعارض شو عم تحكي أنت؟ معلاش؟ يعني يزعلوا مننا أو ما يزعلوا أخير أمي؟ أم؟ أنا ضد أيها الشيء؟ فلس قبري؟ ما قلالين؟ ننتقل للسؤال الأخير طمعاً رأيته سيدة تتعرض للضرب في الشارع الأجوبة هني تدخل لحمايتها تبتعد لأنه ما إلعك عليها قطو تصل بالشرطة الشرطة بطوله طيجه وتدخل لحمايتها هتضحكي يا توني كأنه شي مرة تدخلت لتساعد بنت هم مين؟ مرة كان حدا عم بهينا بصراحة وين؟ بسوق جبال شو عملت؟ حكيته بطريقة ما صار فيها أبداً ضرب ضرب أبداً أنا صحيصاً ما بفوت بالإخبار بس أنه حكيته بطريقة يعني يعني طريقته خليته يستحي صراحة يحط رأسه بلغة شو قلت له؟ قلت له اللي زمين قال صراحة عائلتك كانت معك؟ لا واحدة كانت والمرأة شو قلت لك؟ المرأة من خوفها ورعبة فلت هربت يعني ما كنت بعرف مين هي صراحة بس هيدا أكل نصيوي يعني به طريقة مهزبة موقف شجاع منك ننتقل له سؤال آخر صديق طلب منك المساعدة لتخفي خيانته ما في غرح وجبك بيطلعوا وبينزلوا ووافق لأنه صديقه بترفض لأنه باب تقبل الخيانة بتخبر زوجته بالحقيقة واختمروا بإعلان الدنيا أقرر صايرة شو مقرر الظاهر لا لا أبدأ لا لا اخت خيانته ايه بتطر ايه وافق شو بدي أعمر؟ بتوافق لأنه صديقه طبعا أكيد أكيد طيب جوابك تصبر له مدعيدة يعني طيب جوابك أستبدل تيم حسن بالهاي بيبي بمين بتستبدله بالوجوه اللبناني؟ يوصف الخال باسم مغنية يورقوش هالهوب ها مين حضطوا الأسئلة؟ أنا خطير أنت ولو يوصف الخال يوصف الخال شفته بيستيحل الدور أكتر أنا عم بروح على اللي بيلبق له أكتر كشخصية ايه ممكن أداء مشهد بوصي أحصل على موافقة زوجتي أم مونا ما بتنطر موافقتها لأنها ما بتمانع ما بتأدي احتراماً إله هلأ إذا البوصي مشبورين عملها في مو وراها شيء ما بعرف بتغير بمجرع حداث القصة بعملها مدون موافقة زوجتي طبعاً بس بالنهاية تمثيل تمثيل وما تبتعرف هيدا الشيء وصار هيدا الشيء قبل ما ممثلي يعني أي خيار منضوت تاني؟ بالمضاء ايه؟ تاني شخص بتكرهه بين أبطال مسلسلك أنت أنا ماني ممثل كيف تتصرف؟ بتتجاهل وبتشارك بتعتذر عن المشاركة بتشارك لتستفزوا هيدا الشيء مش موجود عندي أنا أصلاً بس أنه أتجاهل وهو أشارك تتجاهل وبتشارك للمسلسل طبعاً أوكي أنا سمح الله إذا في حداً سؤال آخر تلقيت عرض بطول مع ممثلي على خلاف معا كيف رح تتصرف؟ هلو صايرة؟ ممكن تصير مين؟ أتحدث معا لحل الخلاف ترفض المشاركة بتحاول تغيير البطلة إذا عندك صلاحية؟ إذا خلاف كتير كبير أرفض المشاركة ترفض المشاركة وإذا عندك صلاحية ما بتغيرها تنسحب أنت أو الله أنا ما أحب أتعبر زقت حدا فإذا متضوي أنك بترفض المشاركة أي زوج معجبة هددك بسبب تصرفاتها هددني إلي بسبب تصرفاتها هي؟ نفطرد شايفكم بالمرة كدت عليك تركت حبيبة وراح تتبوسك وتغبطك أي نعم أهم هددك إجال عندك وهددك كيف رح تتصرف؟ بتتشجر معه بتعلق معه بتحاول توضيح الفكرة إله إنك أنت ناجم يا بني آدم في معجبات كثير بتعتذر منه لا أحاول توضيح الفكرة له طبعا أكيد هده بدي أتشجر معه لا بعرفه ولا بيعرفني وأكيد تفاهم القصة غلط أو عقلته وشغل إيده شاهدته حادثة سارقة أمامي كيف رح تتصرف؟ بتوقف الحرامة كأنه ما شفت شي بتخبر الشخص المعني بتخبر الشخص المعني بتخبر الشخص المعني طبعا السوشيال ميديا أضرت به نادين الراسي بسبب حياتها الخاصة إليسا بسبب مواقفها السياسية سيرين عبد النور بسبب مشاكلها مع الممثلات ما فيك تنقل لا أكتر حدا أضرته بعتقد أكتر واحدة نضرت يمكن سيرين أكتر واحدة سيرين عبد النور يمكن لكن منضوي سيرين عبد النور بسبب مشاكلها مع الممثلات وبتصريت بحقلك ليش ما عليش فينا نعاقل أكت إليسا بسبب مواقفها السياسية ما حسيت أنه ده شيء قبل كان سلبي بالعكس إليسا نادين الراسي بسبب حياتها الخاصة نادين صار معها مشاكل كتير بحياتها وهلأ مؤخرا أنه ما فيه تخيق الله يرحمه الله يرحمه يصبره بس نادين سيرين ما بعرف بسبب مشاكلها مع الممثلات ما بعرف بس بعرف أنه سيرين هي الأكتر ظلما مظلومة كتير طفل من علاقة عابرة كيف رح تتصرف تعترف فيه ترفض الاعتراف فيه بتحطه بدار الأيتام مني هو الوالطفل مني أنا من علاقة عابرة بتزوج يا سيد لا أعترف فيه بتعترف فيه أكيد بدي أتزوج لا أعترف فيه ابني بس هي ما بتصير أساساً ما بتعرف الحياة بتخبي كتير إشياء يا أمو هيدا إهمية لازمي أختار هذه الفنانة لديو غنائي صوتك حلو يا توني نانسي عجرم نوال الزغبة أو كارول اسمها نانسي عجرم تتحبها الآن؟ شو حافظة؟ كلهم بحبهم بس نانسي بس نانسي شو حافظة؟ حافظة سمعنا موسيقى موسيقى ما يخليني ينام يسرقني من حالي ينسيني الإيام ومعقول الغرام ما يخليني ينام يسرقني من حالي ينسيني الإيام ما بعرف شو صاير بحس بقلبي طاير ما بعرف شو صاير بحس بقلبي طاير وعيوني صغراني ضايع بالمنام معقول الغرام أنا ما ينسي خليني نعمك يلا نواجه تحية لدانسي ننتقل لسؤال آخر أعطي جائزة ديول المشاهير لي أنت سبق وربحت بديول المشاهير سنة 2016 بس لم يرح تعطيها من الزملاء وزماني شكران مرتجح باسم يخور ويسام صليبة ويسام صليبة ويسام صليبة مع حب الشديد لشكران وباسم ليه ويسام ويسام لأنه ابن فنان لا لا مخص دا كان بيستهل 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 ويسام لأنه الأقرب كان الأقرب أول شيء بغض النظر عن صداقتي فيه هو بي كمان حدا أنا بيحترمه جدا ونت إلا سؤال آخر ويديم هالصداقة شكرا أنت سبق وقدمت برنامج أهلية بمحلية على الجديد بتغني بتدربك بتمثل نجم متعدد المواهب الحمد الله ينافسوني في تقديم البرامج ويسام ويسام حنو فادي شربل كارل حداد ما بيعني لي الموضوع ليه؟ ما بيعني لي تقديم البرامج يعني جربت كانت مرحلة ويكانت تحذف هالمحطة من مسيرتك؟ مش بحذفها لأ عبدا حذفها لأ ما رأيته كانت حبية كير بس خارج المنافسة مع الأسماء المذكورة؟ لا بالعاكس إني 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 ليك ويسام عم بيشتغل حلو أنا حبات يعني وقت كان عم بيقدم ليلة راس الصيني على البي سي وهلأ عنده بيلبق له أقول شي ووجه على الشاشي حلو وطريقة أداءه بالحلقات عم بيكون حلوين حلوين فادي شرب يعني عم بيسمعوه مهضوم كان لحديت بيلبق له تيفي وبيلبق له تقديم برامج بس أنا ما بحس حالي إنه بقدر أعمل مثل ويسام يعني ويسام حنا مش إنه نختار اسم بقدر أعمل مثل ويسام هو بنفسك بتقديم البرامج انت هيك بدك بس إنه بقدر أعمل مثل ويسام لأنه بدك اسم بس توني رح نطلع آخر فاصل إعلاني بحلقة الليلة ومنتابع وصلنا معكم مشاهدينا لآخر فقرة من حلقة الليلة مع توني عيسى الفقرة توني اسمها out of the box رح يظهر على الشاشة خمس سندي بكل صندوق في مجموعة أسئلة غريبة بدك تجاوب عليهم بكل غرابة وصراحة نوريك قبل كل شي بدك تختار رقم من الواحد للخمسة وبس يفتحها الصندوق رح يصير يظهر على الشاشة سؤال ورا سؤال لتجاوب عليهم أي رقم تختار خمسة شو مخباه رقم خمسة منها الأسئلة الغريبة؟ سؤال الأول لو كنت رجل مسلم كنت رح تتجوز أربع نساء متل ما حلل لك الشرع؟ لا لا ليه لا؟ قال لأنه بمرأة واحدة بشوك وحدش ألعب بألعب أربع لا الحيات برأيه هي رجل ومرأة وإنما كانوا الحيات فقط سؤال آخر لو كنت وزير للثقافة اللبنانية كيف كنت رح تكرم ناظم عيسى أي والدك؟ كنت كرمت بيه وكرمت كتار مع بيه كيف رح تكرمه؟ بعطيهن النياشين قبل ما يموتوا الله يطول بعمره طبعاً سؤال آخر إذا عاد الممثل لعصام بريدي الله يرحمه للحياة شو هي اللحظة اللي بتقضيها معهم؟ أوف أنت وعصام كنتوا كتير أصدقاء وأكيد فيه لحظات عدة جمعتكم سوا ما أنا اللي بدي أقلك هي أنه طينا لحظة من هاللحظات بتقول عبالي ارجع قضية معهم ارجع عود أنا ويا راس براس وج بوج ونتغدى سوا ونشرب كيس على أسرع وشو تقل له؟ وقل له متسرع موت أسرع كانت أسرع ايه الله يرحم في قدامك صندوقين الأول بيسمح لك أنك تكتشف حياتك بعد الموت والتاني بيسمح لك أنك تكتشف حياتك قبل ما تولد أوف أيها رح تختار؟ الأول الأول عندك حشية تعرف شو بيصير بعد الموت؟ بعرف شو بتعرف؟ بعرف نحنا اللي من راحين لوين أنا اللي بعتقده واللي بفكر فيه غير أنت اللي بتشوفه غير هو اللي بيشوفه هلا أنا أنا رجل مسيحي نحنا بعد الموت في محيسبي أمام الله عز وجل أمام الرب نحنلتقى بيسوع المسيح نحن هلتقى بالإديسين يلي من صلينهم هلتقى بمريم والعضراء بإمنا رح نحاسب على أفعيلنا على الأرض ما بتآمن بالجنة والنار؟ من فصل من يكملك؟ كافة رح وقتها لا ينفع البكاء وصريف الأسنان وقتها أعمالك اللي عملتها على الأرض هي اللي رح تخولك تفتح البيب وتفوت من دون ما حدا يجبرك أنت اخترت البيب أنت اخترت الجنة أو أنت اخترت المطهر أو أنت اخترت النار فله السبب علينا أن نمشي بطريق صح على الأرض لنصال اللي بدنا إياه لنشوف وجه الله صح ونور الله الرب وأنا أكيد أنه اللي بمشي بطريق صح على الأرض رح يشوف وجه ربنا وهناك الحياة الأبدية اللي كلنا نرجوها نحن أبناء رجاءنا فنحن نؤمن بيسوع المسيح يلي نحن بنلاقيه ورح نشوفه بتأمن بالجنة والنار ممفصلين؟ طمام طمام سؤال آخر مش لأنه تعلمت هيك لأنه في قديسين خبرونا عن هيدا الشي وهيدا الشي صح وموجود شو السؤال الآخر من الصندوق يلي اخترته؟ أنت وزوجتك وبنتك كنتوا ماشيين طلع قدامكن طريقين نعم طريق بيساع لشخص واحد وطريق بيساع لشخصين أي طريق بتختار لسلكو وإذا اخترت التاني مع مين؟ أف إذا بنتي بعض صغيرة ممكن حتى عقيدة صارنا شخصين ما بتساع ما بتساع ما تهروا من هالسؤال ده ما بتساع لازم أنا أكون؟ أكيد بدك تكون لا وللطريقين لا إلك شو صعب؟ والله صعب؟ بدك تجاوب؟ كتير صعب؟ ما في مهرب؟ اختار الطريق التاني الذي يسعى لشخصين ومين بتاخد معك؟ بنتك أو مرتك؟ هالطريق ممكن ما في منه رجعة؟ بنتي بنتك ليه؟ لو وصلها لبر الأمان ولا تكمل حياته لأنه الاستمارية لا مش لأمان سؤال آخر تعال عندي على البيت صاير معي مشكلة جملة لازم تبعتها على الواتساب لشخص موحد كيف؟ جسي عبدو باسم مغنية ماجي بغصن شو؟ أي أصعب؟ السؤال الأول اللي قابله هيدا أصعب هيدا أصعب صراح ليه؟ لكن كان بيودي حط لك ورد الخال بس كنت رح أعرف إنك رح تختاري على العمية لا انتبهت ثلاث أشخاص ممكن أختارهم شخص واحد؟ أي بس أنه انت عم تطلي أي ثلاثتهم بختاري يعني إذا بتخيرني إنه ههو دي أخوتي كمان وأصحابي انت مفكر عندي مشاكل مع حدا منهم أبدا 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 ما مفكرين شي نية صافية إن شاء الله ماجي عائلتها مشغولة فيها من فيها تجي أكيد باسم أكيد بيجي بتقتل حالة ماجي أكيد باسم أكيد بيجي بحكم صدقتي بتجسي يمكن لأنه التقافية أكتر أكتر من باسم وماجي إيه بقلك تجسي كانت بعرسك تجسي؟ وباسم لا وزعل باسم مش زعل وأنا حكيته لباسم رجعت بس أنا كنت بوقت كيف بدي أقلك محشور بالكراسي كنا كورونا كورونا كانت بأوجه وكنت محشور بالعدد وأنا ما بنسى أنه باسم أعظمني عرسه وهيدا الشي بيشرفني وبعتذر من كل الزملاء والأصحاب اللي ما قدرت أعظمتهم عرسي بس كان الوضع بيجبرني صالحت أنت وباسم؟ ما زعلين أنا وباسم طيقت صالح بس كان في عتب؟ أنا ولا باسم؟ حقه طب إذا كان عندك كرسي فاضي بالعرس مين بتعطيها باسم أو ماجي؟ باسم سؤال آخر عندك القدرة أنك تجمد فكرة بتراودك دايما بالذكرى شو هي هالفكرة اللي بدك تجمدها؟ المرض بتخاف من المرض؟ أكتر من الموت؟ ما بخاف من المرض بخاف أتعذب على الأرض أبا ما موت الله يبعض المرض عنك وعن عائلتك وعنكم يا رب سؤال جديد سؤال جديد وقعت طيارة بصحرة وأنت الناجة الوحيد عندي خيارين شو؟ يبتأكل من لحم الضحايا لتبقى على قيد الحياة؟ أو بتموت جوع؟ موت جوع؟ أي موت؟ بتموت من الجوع؟ أكيد سؤال جديد لو كنت منتج مين هي الممثلة اللبنانية اللي بتعيدها للأضواء ببطولة مطلقة؟ هي غايبة مش موجودة بقا؟ أكيد غايبة لتعيدها إن كنت عندي verse مش إنوو عم تيخد أدوار صغيرة إذا أرجع أبا؟ لا غايبة ع sine لأ أدوار الأدوار الصغيرة يعني موجودة تحت الضواء مممممممممممممم فكر وجاوب كل كلمة بتقولها محسوبة عليك بها الحلقة معرف آمم دارينا الجندي دارينا الجندي اللي بيتابع، اسير توني عيسى بيطلع منها بحكم كتير حكمتك اللي طلعت فيها من الحياة شو هي؟ ما في شي بيحروز الحياة قصيرة وإذا بدك تسمي عنوان كتابك شو العنوان اللي رح تختاره؟ مرور الكرام مرور الكرام كلنا ضيوف على هالحياة كلنا ضيوف على هالأرض شكراً كتير لإلك طوني ولو لك ضيف على هالحلقة الحلوة الممتعة شكراً لإلكم المشاهدين على حسن المتابعة نلتقى الأسبوع المقبل بحلقة جديدة مع ضيف جديد تصبحوا على ألف خير شكراً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة